مواجهة بكرة بما أننا مع النادي الأهلي فالأهلي هو أحد الخيارات المتاحة بالنسبة لعمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر أو في وضعنا الراهن الظهير الأيسر للفريق اللي بيسعى لألفوز بأول ألقابه على مستوى الدوري أو قاريا بعد ما توج في موسمه الأول ببطولة كأس الرابطة أمام غزل المحلة قبل موسمين ولكن مش الأهلي بس الراغب في ضم عمر كمال عبدالواحد المعروض بالفعل للبيع من جانب إدارة نادي مودرن فيوتشر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة يعني بعد شهرين سيغير لون قميسه أو ربما بما أنهم يلبسوا أحمر قد يرتدي نفس اللون لكن بفريق آخر أو لون آخر تماما لأن ما ينافس الأهلي هو هؤلاء الثلاثة الزمارك والمصري وبيرامدز لكن حظوظ كل نادي من الأربعة مختلفة بدرجات ما بين الكبير قوي وما بين الأوليّلة شويتين وما بين اللي لسه بيسعى لزيادة فرصه في قنص خدمات عمر كمال عبدالواحد إيه التفاصيل؟ تعالوا نقراها معاكم بقى كده خطوة خطوة وحدة وحدة من الألف للياء وإحنا بنتكلم في أواخر أكتوبر علشان نشوف آخر يناير هيكون عمر كمال عبدالواحد بيلعب في أي نادي يلا بينا عمر كمال عبدالواحد مبدئياً بينتهي تعاقده مع فريق مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة لم يجدد عقده أو عقده وبالمناسبة دي نقطة مهمة ليه؟ لأن اللاعب يرفض الرحيل عن مودرن فيوتشر مجاناً بعد ثلاثة مواسم شعر فيهم بالتقدير من إدارة النادي ويرفض خيانة النادي الذي أعاده لحب كرة القدم بعد تجربة المصري تجربة المصري كانت طبعاً كلنا على لسان عمر كمال عبدالواحد سابقاً عارفين كانت صعبة إزاي من الناحية المادية ومن ناحية الفرص اللي خدها ومودرن فيوتشر في نظر عمر كمال عبدالواحد أعاده لحب كرة القدم عشان كده مش هيمشي إلا والنادي مستفيد وعلشان كده إدارة مودرن فيوتشر بتسعى لإقناع اللاعب بتمديد التعاقد ثم بيعه في يناير للحصول على أقصى استفادة مادية ممكنة لكن رغم أن اللاعب مصمم أن النادي يستفيد من رحيله في يناير هو رافض هو ووالده اللي هو وكيله اللي هو الكابتن كمال عبدالواحد فكرة التجديد ليه؟ علشان ما يتمش المغالاء لاحقا في سعر بيعه نشرح دي ثانية بس أعتقد يا شرحة نفسها بس يعني لمن يريد الشرح اللاعب لو مشي في يناير هو هيمشي في يناير وده اللي النادي عايزه وده اللي النادي مقتنع ومتفق مع عمر كمال عبدالواحد على تنفيذه لكن لو مشي في يناير هيبقى نقصه ست شهور أساسا على انتهاء تعاقدة فالنادي ممكن يطلب أرقام مش كبيرة قوي فساعتها هيبقى النادي استفاد بضعة ملايين أي أن كان الرقم اللي محدد واللاعب في نفس الوقت فاد النادي بأنه حصل من خلاله على فلوس وممشيش بعد ست شهور بس ببلاش ولكن النادي بيقول طب ما تيجي نجدد العقد وهتمشي كده كده في يناير لكن ساعتها النادي هنا بيبص على أقصى استفادة ممكنة لأنه لو العقد نقصه ست شهور غير تماما لو العقد نقصه ست شهور وعليهم ثلاث سنين مثلا هيبقى النادي ساعتها وهو بيتفاوض بيقول للأندية لا عشرين تلاتين مليون إيه خليهم ستين سبعين مليون ده عمر كمال عبدالواحد اللاعب المتوهج اللي بيلعب في كده مركز اللاعب الدولي اللي بيعتمد عليه أي مدرب وتعرف تلعبه في أي مكان وهيتقلق ويجيد فيه اللاعب بقى شايف أنه لا أمانا كده فرصي بتقل لو جدت لأن ساعتها الأندية ممكن تنصرف وترفض ما تراه مغالاء من مودرن فيوتشر نكمل بقى المواقف قبل ما نقول لكم بقى الأندية دي كلها مين الأقرب فيها نبدأ ببيراميدز مصدر بنادي مودرن فيوتشر قال أن عمر باسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز تواصل مع إدارة مودرن فيوتشر شفويا من أجل بحث المطالب المالية للموافقة على بيع اللاعب في انتقالات الشتاء في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال أيضا إلى الأهلي أو الزمالك مصدر بنادي بيراميدز أكد على أنهم حتى هذه اللحظة لا يفكرون في اللاعب لأن عندهم محمد الشيبي اللي انضم للقائمة الأولية لمنتخب المغرب النهاردة لعيب رائع عمل حتة أسست بيرفع الكرة ما شاء الله بتكنيك مختلف تماما ومن الوضع الثبات ومن وضع غير منطقي لعمل العرضيات ورغم كده من ضمن هذه العرضيات سجل هدف أول لبيراميدز عندهم كمان وفرة من اللاعبين في كل المراكز وبالتالي احنا مش قلقانين وهنرفض الدخول في مساومات مالية لضم اللاعب خاصة أننا تعاقدنا مع الشيبي قبل كده بتلتمائة ألف دولار يعني مش رقم كبير قوي يعني فكرة المغالاء احنا رفضناها أما الأهلي فهناك جلسة متوقعة بين محمود الخطيب رئيس النادي بعد عودته من الإمارات مع كمال عبدالواحد والد ووكيل اللاعب للتفاوض حول ضم اللاعب ودي مرتقبة وهتحصل خلال أيام قليلة طب ماذا عن موقف الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة تواصل مع والد اللاعب بشأن منحه أعلى راتب وده كنا قلنا من كم يوم والفئة الأولى في الفريق ومحاولة حسم الصفقة من الآن خصوصا أنه بيحق لي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل ويسعى مسؤوله الأبيض لإغراء اللاعب لاختيار الزمالك بدلا من الأهلي موقف المصري عمر كمال عبدالواحد يرفض تماما فكرة العودة لصفوف المصري من جديد والأمر مغلق بالنسبة له والنادي أساسا لم يقدم عرضا جديدا كان في الصيف عايز يضم عمر لكن عمر كان شايف أنه أنا في مرحلة أبجريد يعني بعلى وبلعب في أندية بتلعب في أفريقيا وبالتالي الانضمام للمصري اللي هو بعيد عن المشاركات القرية هتبقى خطوة للخلف بغض النظر عن أنه أساسا تجربته مع المصري انتهت نهاية غير مرضية بالنسبة لعمر كمال عبدالواحد لو اللي جاي ده موقف اللاعب بعد دي هقول لكم هقف عند حاجة مهمة قوي عروض الاحتراف وموقف اللاعب عمر كمال عبدالواحد بيمتلك بالفعل عرضين أحدهما من الإمارات والآخر من السعودية لكن كلاهما يسعى لضمه مجانا بنهاية الموسم تعال نمضي دلوقتي وكمل مع مودرن فيوتشر وتعالى آخر الموسم ببلاش وخد اللي انت عايزه لكن ده لا يريده اللاعب تقديرا لمودرن فيوتشر نقف بقى ثانية لأن اللي جاي ده لو سألت انت عمر كمال عبدالواحد عايز الأهلي ولا الزمالك ولا بيرامدز ولا المصري فهو عنده رأي عنده رأي واضح جدا وقالوا لوكيله اللي هو الكابتن كمال عبدالواحد لكن في نفس الوقت منفتح على ان إدارة نادي مودرن فيوتشر تستفيد الاستفادة الأقصى وعنده استعداد لتلاتة من الأربعة اللي هو أهلي زمالك بيرامدز فما هو الترتيب؟ يلا نشوف موقف عمر كمال عبدالواحد رغبة عمر الأولى هي اللعب في الأهلي ولا يرى أن ازدحام مركزه يمثل عائقا أمام انضمامه خصوصا أنه يلعب في أكثر من مركز ولأنه بمجهوده قادر على المنافسة دائما كما حدث في كل تجاربه الدولية أو على مستوى الأندية لكن بعد ذلك القرار في يد مودرن فيوتشر لاختيار العرض المادي الأنسب للنادي أحكي لكم على قصة بخصوص عمر كمال عبدالواحد يعني كانت معنا من زمان لكن لكن ده وقتها ما كانش فيه فرصة تتقال في إطار الكلام يعني عمر كمال عبدالواحد اللي انت بتشوفه يعني وإحنا كلنا بنشوفه ومشاء الله بيتقلق في مركز ظاهير أيسر وكان أساسا بيلعب مهاجم أو وينجي مين رجعه الكابتن علي ماهركة باكي مين فبقى باكي مين مثالي عمر كمال عبدالواحد وقت كيروش اللي هو اكتشفه على المستوى الدولي يعني وقت أمم إفريقيا في النسخة اللي فاتت بعد ماتش نيجيريا اللي تصاب فيه أكرم توفيق ربنا يا ربي يرجعه بالسلامة قريب قوي يعني في الأيام اللي جاية وإن كانت صب بعدها تاني وقت الإصابة لو تفتكر اللي لعب مكان أكرم توفيق كظاهير أيمن كان محمد عبدالمنعم مش عمر كمال عبدالواحد ساعتها كيروش راح لعمر كمال عبدالواحد لأبي يتمرن تاني يوم بعد ماتش نيجيريا اللي خسرناه تمرين رائع وبمجهود كبير قوي وبتركيز شديد وما كأنه ولا متأثر بفكرة إن أنا ده أنا حتى مش أول بديل للظاهير الأيمن الأساسي ده أنت بتجيب مساك تلعبه بكي مين فرح لعمر كمال عبدالواحد قال له هل أنا أعرفك شخصيا؟ قال له لا قال له هل أنا أعرف وكيلك؟ قال له لا قال له هل أنا قبلتك قبل كده قبل المعسكر ده؟ قال له لا قال له هل أنا على علاقة أسرية بيك؟ قال له لا قال له طيب اعمل حسابك إنك من الماتش اللي جاي وطول ما أنا موجود مع المنتخب أنت الأساسي بتاعي وده تقديرا لأن اللاعب مركز قوي في التدريبات ومش بيفرق معاه هو رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم تلاتة وعلشان كده ده اللي بيحط عمر كمال عبدالواحد في مكانة جيدة واللي مخليه دلوقتي مطمعة لكل الأندية الرغبة في تقوية قوائمها سواء الأحمر اللي هو رغبة اللاعب أو الأبيض اللي هو متمسك جدا بإقناع اللاعب بتغيير موقفه أو بيرامدز اللي بيقول مش هغالي بس عايز قوي أو المصري اللي ما قدمش أي عرض جديد أساسا طيب ده بخصوص عمر كمال عبدالواحد لنرى اللي هيحصل في الأيام المقبلة ونرى موقف اللاعب وموقف مودرن فيوتشر المالك لعقد اللاعب حتى نهاية هذا الموسم اشتركوا في القناة